أنواع التجويف الجسمي تقسم الحيوانات تبعا للجوف الجسمي فيها ثلاث أنواع واحد حيوانات عديمة الجوف مثال عليها الديدان المسطحة يعني هاي دودة البلانارية هاي الحيوانات تمتلئ الفسحة الموجودة بين جدار الجسم هاي جدار الجسم والقناة الهضمية هاي القناة الهضمية شنو تمتلئها الفسحة بأنسجة حشوية يعني هنا بهذا المكان موجود خلايا أنسجة حشوية هي هاي متروسة فماعدها هي جوف بين الأديم الظاهر والأديم الباطن الأديم المتوسط هذا متروس خلايا حشوية فما بيها جوف مثال عليها الديدان المسطحة اللي هي البلانارية قلنا اللي ما بيها جهاز دوران ولا نقل فماعدها جوف اثنين حيوانات ذات الجوف الكاذب مثال عليها الديدان الكيسية دوران الكيسية تشمل هواية من ضمنها ديدان الخيطية تقولون ديدان كيسية صحيحة وديدان الخيطية صحيحة إذن ذاته جوف كاذب يقع الجوف الجسمي بهاي الحيوانات بين الأديم الباطن والأديم المتوسط هذا أديم متوسط وهذا أديم باطن هنا موجود جوف شنو هذا الجوف مملوء بالسائل الجوفي من قلنا الدرس السابق أنه أنه هي ما عندها جهاز دوران لكن عندها سائل جوفي هنا موجود هذا الفراغ فيسمى كاذب لأنه ليس مكان الحقيقي الموجود بالكائنات الراقية ثلاثة الحيوانات ذات الجوف الحقيقي مثال عليها الديدان الحلقية والنواع وجميع الفقريات شوف هاي الدودة الحلقية بها جوف حقيقي والنواع وجميع الفقريات إلى أن يوصل الإنسان بها جوف حقيقي يقع الجوف الحقيقي وين داخل الأديم متوسط هذا أديم ظاهر وهذا أديم باطن هنا يصير قناة هضمية وهنا يصير الجلد والأعصاب بالأديم الظاهر الباطن هذا الأديم المتوسط لحصير بطن جوف اللي يبيه الدم لحصير قلب وشراين وأورده وجهاز تنفسي وعضلات كله فهذا يكون حقيقي موجود من الديدان الحلقية والنواع وجميع الحيوانات الفقارية بها هنا موجود لحصير قلب وشراين وحتى هنا بهذا المكان هذا المكان الحقيقي داخل الأديم المتوسط هذا بقى فراغ اللي حصير بداخله القلب والشرائين وأورد عبارة عن أوعية وفارغة يصير تمتلئ بالدم فسمية حقيقية وحتى بها شنو غشاء البريتون يتشلب يعني شنو غشاء البريتون هي عبارة عن أخشية تخلي كل عضو بمكانه ما يتحرك بينما هنا هذول الأديم الكاذب ما عدهم بريتون يعني هذول ماكو الديدان الكيسية أو الديدان الخيطية الأعضاء سائبة يعني تتحرك إذا تتحرك الدودة شفينا ما ثابت ما عدها غشاء البريتون اللي هو بمساري قتشلب منه لأحشاء القناة الهضمية تتحرك بينما بالحيوانات اللي تكون حقيقية لا أكو غشاء البريتون يثبت إنه كل عضو مكان حتى لو واحد يركض يتحرك ماكو شيء يخربط مكان الثاني ثابتات عن طريق الغشاء البريتون أو المساريق